لا تزال عمليات الترحيل الخاصة بإسكان قاطن السكانات الهشة بوهران متواصلة حيث مست هذه المرة 300 عائلة من سكان القطاع الحضار البدر الذين استفادوا من سكانات لائقة بالقطب العمران الجديد بالقايد السلطات على رأسها مسؤول الولاية التنفيذ الأول قامت بترحيل آلاف العائلات وهذه حصلة العملية بلغة الأرقام منذ بداية جنفي 2015 إلى هذا التاريخ 17400 سكن يعني مدينة تقريبا رأنا في حدود 80 ألف نسمة أما بخصوص مصير العائلات المتحصلة على قرارة استفادة مسبقة والقاطن بنفس القطاع يقول نفس المتحدث نبقاش الواحد عنده قرار مسبق يبقى 5 سنين و4 سنين هذا إن شاء الله أصحاب القرارات المسبقة لنمدوا فيهم في القطاعات الحضارية هذه إن شاء الله يدخلوا يقرأوا في الدخول المدرسي المقبل في الأحيال تحمل جديدة 24 ألف وحدة سكانية اجتماعية هي مجموع السكانات المنجزة والتي تراهن السلطات على توزيعها في الآجال المحددة